أهلا بكم أنا رامي عزيز باحث ومحلل سياسي مصري وسجل هذا الفيديو لعالم من خلال التضامنها الكامل مع الدكتور سعد الدين إبراهيم على إسرى الاعتداء اللفظ الذي تعرض له اليوم في مركز مشهي ديان بجامعة تل أبيب من قبل بعض الطلاب العرب الذين اتهموه بالخيانة والذين استنكروا وجوده في جامعة تل أبيب وأقول لأولئا الطلاب العرب أنكم تستنكرون تواجد الدكتور سعد الدين إبراهيم في دولة تحمل دولاته والليهية جمهورية مصر العربية التفقيد سلام علاقات دبلوماسية كاملة معه فما بالكم أنتم تفعلون في جامعة تل أبيب لماذا تدرسون هناك؟ ألستم أنتم بالأحرى أن تكونوا خوانة؟ لماذا لا تذهبوا إلى جامعات متواجدة في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أحد الجامعات المتواجدة في الدول العربية وتتركوا جامعة تل أبيب التي تحتل رقم واحد على مستوى جامعات الشرق الأوسط والتي تحتل صدارة متقدمة في أفضل مئة جميع على مستوى العالم أيها الطلاب عرب إسرائيل كفاكم الكيل بمكيالين وكفاكم النفاق والرياء وأن تقذفوا الناس بالاتهامات وتنزعوا عنهم صفة الوطنية وتتهمونهم بالخيانة هذا زمن ولا لم تعود هذه الاتهامات ولم تعود هذه الشعارات لها مكان في أيامنا هذا ومرة أخرى أود في نهاية هذا الفيديو أن أعلم تضامني الكامل مع دكتور سعد الدين إبراهيم إثر ما تعرض له من قبل هؤلاء الطلاب هؤلاء الطلاب الذي يمكن وصفهم بالمنافقين والكاذبين الذين يعيشون في إسرائيل ويتمتعوا بجنسيتها ويتمتعون بكل المزايا الموجودة فيها وفي نفس الوقت يناصبونها العداء كفاكم أيها الطلاب العرب الكيل بمكيالين وانظروا إلى ملايين الشباب العرب في الدول المجاورة لكم وانظروا إلى مصيرهم وانظروا إلى ما يحدث لهم وأحمدوا ربنا أنتم تتمتعون بما تتمتعون به في دولة إسرائيل تحياتي لكم